السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات وصفة اليوم لعلاج النحافة ولزيادة الوزن في وقت سريع وفي وقت قياسي مكونات الوصفة سهلة وبسيطة جدا بالنسبة لهذه الوصفة تصلح للكبار أيضا وتصلح للصغار أيضا هناك نقطة أود الإشارة إليها أنه يجب معرفة سبب النحافة إذا لم يكن هناك سبب طبي أو سبب مرضي للنحافة سوف نتعمل هذه الوصفة أما إذا كان هناك سبب مرضي للنحافة يجب معالجته وعمل تحليل لفقر الدم لتأكد من عدم وجود هذا المشكل قل بالنسبة لهذه الوصفة سنقوم بعملها معكم ولكن يجب اتباع طريقة تناولها حتى نحصل على نتائج أحسن وأسرع في وقت قياسي قلت طريقة العمل بسيطة ولكن طريقة استعمالها مهمة جدا ضروري جدا أنني أتبع هذه الخطوات لكي أحصلها على نتائج يعني في أسرع وقت ممكن سنحتاج في هذه الوصفة إلى مكونين فقط قبل ما أبدأ في طريقة عمل وتحضير هذه الوصفة أتمنى من الناس الذين أول مرة يزوروا قناتي أنهم يدعموني ويشتركوا فيها وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح الوصفات أيضا أتمنى منكم لايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس لأن هناك كثير من الأخوات من طلبنا مني هذه الوصفة وحاولت أن أقدم لكم أحسن وأنجح الوصفة يعني هذه الوصفة فعلا رائعة وستزيد الوزن في وقت سريع جدا ممكن حتى عشر كيلو في الأسبوع بالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج فيها إلى السمسم ولكن يكون محمص نقوم بتحميصه قليلا يعني يكون لونه بني فاتح بهذا الشكل يعني لا نحرقه يعني التحميص سيكون خفيف جدا بالنسبة للوصفة أنا سأعمل لكم كمية قليلة جدا لأنني لصراحة لا أحتاجها أنا أعطيكم المقادير وأنتم تزودون في الكمية سنحتاج إلى مكون ثاني وهو عسل النحل بالنسبة للمقادير راح تحتاجوا إذا كنتم ستتناولونها مدة أسبوع ستحتاجون إلى مقدار خمسمائة غرام من السمسم خمسمائة غرام من السمسم ونضيف لها مقدار مئتين وخمسين غرام من العسل يعني السمسم يكون ضعف كمية العسل هذه الكمية سوف تكفي لمدة أسبوع كامل أول شيء قلت سنقوم بتحضير الوصفة عندنا مقدار ملعقتين كبيرتين من السمسم ممكن أني أستعمله مطحون يعني إذا كان مطحون يكون أحسن نتيجته أحسن وأسرع ممكن أني أستعمله بهذا الشكل يعني تستطيعون طحنه واستعماله بهذه الطريقة قلت ملعقتين كبيرتين من السمسم المطحون نضيف لها ملعقة مقدار ملعقة كبيرة من العسل عسل النحل الطبيعي مقدار ملعقة كبيرة نخلط ونمزش المكونين مع بعض ممكن أيضا إضافة مكون آخر وهو رائع جدا في زيادة الوزن وهو الشوفان يعني ممكن أني أضيف كمية يعني نقص كمية من السمسم ونضيف نفس المقدار من الشوفان أيضا يعطيني نتائج رائعة جدا نخلط هذه المكونات مع بعض بالنسبة لطريقة الاستعمال أولا في الصباح على الرئيق نأخذ مقدار ملعقة صغيرة مقدار ملعقة صغيرة من هذا الخليط نحاول مضغه يعني مضغه جيدا ثم أقوم ببلعه ممكن بالحليم ممكن لوحده ثم بعدها كل ساعتين نأخذ مقدار ملعقة صغيرة وأتناولها طوال اليوم يعني كل ساعتين أأخذ مقدار ملعقة كل ساعتين أأكل ملعقة صغيرة إلى الوصول إلى الليل قبل النوم نأخذ مقدار ملعقتين صغيرتين أتناولهما مع كوب من الحليب يعني أتناول كل ساعتين ملعقة صغيرة وفي الليل مقدار ملعقتين مع كوب من الحليب وأستمر على هذه الوصفة وستلاحظون خلال أسبوع واحد فقط كيف تغير شكلنا وكيف زاد الوزن هذه هي الوصفة أتمنى أنكم لايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس أمتظر أراءكم وتعليقاتكم أتمنى الاشتراك في القناة وإن شاء الله تفيدكم هذه الوصفة وتجدون النتيجة المطلوبة أيضا تصلح للكبار وتصلح للصغار بالنسبة للصغار من الأحسن طحن السمسم حتى يعطيهم نتائج سريعة جدا يعني غير مضرة وآمنة جدا هذه الوصفة شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر